من هنا في غينيا تمكن الإيبولا من الانتقال إلى الجوار في سيراليون وليبيريا ليصبح تفشي هذا الفيروس القاتل في غرب أفريقيا خارج السيطرة بالكامل هذا الوصف التحذيري جاء على لسان مسؤول في منظمة أطباء بلا حدود والذي وجه انتقادات لقلة الدعم المقدم من المجتمع الدولي لإيقاف تقدم الفيروس هذه هي أكبر موجة تفشي للإيبولا وهذا هو أكبر عدد من الوفيات من جراء الإصابة به هذا أمر غير مسبوق لا نقوم بما يكفي لمكافحة الفيروس رغم أنه يتفشى في غرب إفريقيا للمرة الأولى وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية الأخيرة قتلت حم الإيبولا أكثر من 330 شخصا في غينيا وسيراليون وليبيريا العدد ربما يتزايد في ظل الوضع الحالي خاصة وأن نسبة الوفاة بين المصابين بالفيروس تصل 90% منظمة أطباء بلا حدود دعت إلى ضرورة أن ترسل المنظمات الدولية والحكومات المعنية المزيد من الخبراء في مجال الصحة وزيادة وسائل التوعية العامة وذلك لمنع انتشار المرض الذي ينتقل من خلال ملامسة المصابين الخطر يتزايد مع انتقال الإيبولا من مناطق نائية في أقصى جنوب غينيا إلى العاصمة ذاتها ثم إلى عدة مناطق في ليبيريا ومن بينها العاصمة أيضا مما يجعل جهود مكافحة المرض أصعب ترجمة نانسي قنقر